موسيقى موسيقى لازم نعرف إن في حتى يسموها الـ Open Source و الـ Open Source يا حضرات ده أساسي جدا في إن إحنا نعمل عليه يعني من غير من غير فلوس من غير أي حية خالص فإحنا نقدر نشتغل من خلاله أو نقدر نتعامل من خلاله طيب ترفين حاجات بقية خاصة إيه هو السكريبت إيه هو الـ Run at Client Run at Server إيه λ 중요wer إيه لحياتي اللي إحنا نقدر نتعامل من خلالها إيه لغة الـ PHP إيه لغة بيه اللي هي عبارة عن أو اللي بتسميها يا حضرات اللغة اللي بيحصل لها معالج يعني احنا بنسميها أو بنسميها دي الاصطلاح اللي احنا كنا بنقول عليه يعني احنا لو قلنا الاختصار بتاعها فنقول ايه دي معها بعد كده ان شاء الله 4 عامين هنبتاني نتكلم ونقول باجية المصطلحات اللي احنا شغالين من خلالها فاحنا لو افترضنا ان احنا نوجونا نتكلم على ايه حضرات هنتكلم على الاخر جزء ايه نحنا نتكلمنا عليها اللي هي نشر ايه دي معا نشر موقع الويب نشر موقع الويب نشر موقع الويب يا حضرات نشر الموقع بتاع الويب ده كنا بنقول ان احنا والله ممكن ننشر الويب سايد دي دي معا يكون لوكال وممكن ننشر الويب سايد بتاعنا يكون انترناشنال طبعا الكلام اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت ان احنا قلنا والله خلي بالحضرتك الويب سايد ده انت عملته تقدر تخليه جو اللان بتاعة الشركة بتاعتك او جو المدرسة بتاعتك وتقدر مثلا الميستر بتاعت حضرتك او الاستاذ اللي بدرسいた حضرتك عملت وحدهاتك وكلك ووب سايتك خالص جميل وهو والله اغ moonlight شجع حضرتك فممكن جو اللان بتاعة الفصل او جو اللان بتاعة المعمل اللي موجود داخل المدرسة والله يروح مبابلش الوب سايت بتاعة حضرتك واتكون قليك ويقدر وتتعامله من خلال ممكن الأستاذ يقدر يعمل شبكة داخل برضو لو كان عنده دنيا ميسرة في مدرسة تكون مثلا فيها الإمكانية ديت يقدر يعمل الويب سايت للمدرسة نفسيها يقدر يشغلوا لوك كل المدرسين يقدروا يخشوا يعرفوا الجدول بتاعهم يعرفوا كل الكلام اللي احنا بنقول عليه ده فالحالة دي بنقول عليها أن الموقع ده انتشر عن طريق ايه حضرات يبقى أصبح لوكال هست يعني منشور من خلال ايه حضرات من خلال ايه من خلال الشبكة اللان اللي احنا بنقول عليه كل الناس يقدر يتفرج من خلال ايه نقدر نعمل الكلام ده ازاي نحنا ناخد الويب سايت الويب سايت ده عبر عن ايه حضرات هادي فاكر الويب سايت ده احنا ممكن نقول عليه مجموعة من الصفحات موجودة داخل فولدر وكل فولدر من الفولدرات ده يا جماعة الفولدر اللي احنا بنقول عليه ده فيه مثلا زي ما نشوف دلوقت صفحة الانديكس والأبديت والدليت ومعرفش ايه وكلام زي كده ممكن نحط جواه فولدرات تانية والفولدرات التانية بيكون تحتوى على مجموعة الملفات ذات الطبع يعني نحط الصور جواه 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 فولدر نحط الأصوات جواه فولدر نحط معرفش يعني كده يا دمع حيث ان احنا في النهاية بنحط فولدر كبير وناخده ونبابلش اسم الفولدر ده هو ده اسم الويب سايت بتاعنا اللي احنا نقدر نشتغل من خلاله زي ما احنا هنشوف بإذن الله تعالى الكلام ده هيكون عملي ويكون موجود عندنا كلنا وهنشتغله حالا بإذن الله تعالى ان شاء الله في الحلاجات اللي جاي على طول ان شاء الله بإذن الله تعالى طيب تعالوا نكمل كده ونشوف الدنيا هتكون ماشية ازاي يبا احنا جونا لو احنا نشرنا الموقع ده هيكون الحالة الاولين لو كان local host فمنجول والله ال local host ده يكون حضراته يكون محالي لو كان عتابع الانترنت بيكون شكله كده بكل URL زي ما احنا جونا موقع الوزارة بتاعنا تمام لو احنا جونا والله لو حاوزيك حركة تعرف بجأ لغات بجأ اللغة اللي احنا نتعامل من خلال لغة زي مثلا احنا تعرفنا على الPHB في لغة تانية اسمها SQL اللغة دية خاصة ان احنا نقدر زي ندير بجأ عملية قاعدة البيانات زي نقدر نشتغل من خلالها نقدر نتعامل من خلالها بالاوامر اللي احنا بنقول عليها زي امر مثلا انا بضيف بيانات دي وقاعدة البيانات ما مجدرش نضيف البيانات من خلال الPHB لا فيه اوامر خاصة باللغة اللي هي الان يا جماعة مثلا قاعدة الانجوش اللي احنا بنقولها دي حضرات زي ما يقدر اعمل insert واجدر اعمل select واجدر اعمل update واجدر اعمل delete كل المجولة الفونكشنز المختلفة اللي احنا بنقدر نشتغل من خلالها الهدية بنقدر نكتب الاكوات بتاعتها من خلال لغتين مع لغة SQL يبقى لغة SQL انا ممكن من خلالها بقدر اكتب insert وupdate وdelete واقدر اعمل search داخل الdatابيز واقدر اتعامل مع الdatابيز معاملة كامل تمام طب فيه برامج ممكن اكتب بها الكود ده يعني مثلا زي ما احنا قلنا التفاجنة قبل كده فيه لغات زي ما احنا كنا اخذنا في الExcel فالExcel مثلا كنا بنعمل مثلا select فاكرين جملة select كنا بيقول select store from الفايل بتاع او الشيط اللي احنا كنا شغالين عليه ده طب الشيط اللي احنا عملنا ده معاه لما عملنا select ممكن نعمل insert برضو ممكن نعمل delete ممكن نعمل update ممكن نعمل اي اي شيء من هذا القطور نقدر نعمل كل الكلام ده ايه اللغة اللي احنا بنكتب بها الاكواد ديت هي لغة ما يسمى بالإيه بالSQL تعالوا نشوف احد التطبيقات اللي ممكن تعمل الكلام ده عندنا التطبيقات ديت اللي احنا بنقول عليها زي زي ما احنا نشوف دلوقتي اللي هي ايه معها اللي هي mySQL يلا كده نشوف mySQL احنا ممكن نتعامل من خلالها ازاي يبا mySQL احنا بنقول عليها اللي هي mySQL server mySQL نبص كده ونشوف mySQL server نتعامل من خلالها ازاي mySQL يبا mySQL server دي وظيفتها اللي اساسية وظيفتها ان هي تقدر اتمنج الموضوع ده تقدر نتعامل من خلاله يعني ايه يعني ان لو عاوز اشتغل على database وعاوز اكتب الكود بتاع عاوز نشئ tables وعمل relations وعمل equates وعمل trigger وعمل كل الكلام اللي احنا عاوزنا نقدر نعمله ده نقدر نعمله ازاي من خلالها حضرات لغة اللي ايه من خلال اللي احنا بنسميه اللي ايه جماعة اللي هو mySQL server يلا كده نشوف mySQL server برضو تاني نشوف على الايه على الشاشة عاوز البرزنتشان بتاعنا طيب mySQL server mySQL server زي ما احنا بنقول كده حالتك هو عبارة عن ايه احد تطبيقات نظم ادارة قوعد البيانات اللي احنا بنسميها rdbms اللي هي relational database management system خلاص relational database management system اللي هي من خلالها بقدر اتعامل مع كل ايه حضرات مع كل functions المختلفة بتاعة ال database اللي احنا بنقدر نتعامل من خلالها طيب يلا كده نشوف الحياة التانية اني اللي وقت لو عاوز بجاء اتعامل مع SQL server والpatch server احنا لازمنا ايه يلزمنا برنامج يعمل او يحول المكنة بتاعة السيرفر لسيرفر فاحنا بنقول والله موجود عندنا مجموعة من الحزم الكتير اللي ممكن نستخلها او ممكن نستخدمها عشان نتعامل من خلال ايه حضرات نحول المكنة بتاعتنا بدل ما تكون مكنة عادية client لا احولها لسيرفر عن طريق ال local host نخلها local host server طيب الكلام ده نقدر نعمله ازاي نقدر نعمله من خلال الحزم اللي احنا نشوف نتعرف عليها دلوقتي بإذن الله تعالى يبقى عندنا حزن بنسميها حزم تطبيقات الويب حزم تطبيقات الويب تعالوا كده نشوف حزم تطبيقات الويب دي اللي هي عبر عن ايه يعني مثلا تحتوي حزم تطبيقات الويب على ان احنا نقدر زي مثلا عاوزين نعمل خادم الويب اللي هو الاي الاباتشي سيرفر لازم نعمله انستولنج لو احنا عاوز اعمل مثلا مي سيكوال لابا لازم اعمل انستولنج تب هل موجود الكلام ده موجود الكلام ده موجود اوه موجود فين موجود في حزم كتيرة جدا زي حزمة مثلا اللامب زي حزمة اللامب اللي هي عبر عن ايه يا جماعة مي سيكوال and php واباتشي ولينكس طبعا لينكس خدنا الال خلاص كده حضرتك اللي احنا بنقول عليه اللي هو الويندوز التالتة بنسميها مامب مامب اللي هي عبارة عن ايه برضو بدل ما يكون نظمة تشغيل هنا هنا نظمة تشغيل لينكس وويندوز وهنا هيبه ماك يبه برضو بنسميها وام اللي هي الايه مع ماك اباتشي ماي سيكول بي اتش بي تمام كده حضرات طيب تحالوا نشوف احنا لو عاوزين نشتغل بقى على الحزمة اللي احنا نتعامل معها او نتعامل من خلالها في شغلنا اللي احنا نشتغلها بإذن الله تعالى خلال السنة اللي احنا نتعامل في خلال سنة تانية سنوية ان شاء الله نتعامل ما حياة بسموها اجزامب اجزامب هي الفارج بينها وبين كل النسخ اللي احنا نتعاملنا من خلالها انه تشتغل مع كل الانظمة تشغيل اللي احنا بنقول عليها مع اللينكس مع الماك مع الويندوز مع اي نظمة تشغيل حهراريك انت بتشتغل عليه يعني اغلب انظمة تشغيل بنقدر نعمل instrolling للحزمة ديت ونقدر نشتغل من خلالها إن شاء الله بإذن الله تعالى تعالوا كده نكمل برضو بنفس الأسلوب اللي احنا بنتعمل من خلاله يبا احنا كده من خلال ديت بنقدر نعمل إيه جماعة بنقدر نعمل أو نخلي الجهاز بيشتغل أباتشي سيرفر بيشتغل إيه مع ميسيكوال سيرفر وبشتغل برضو بلغة زي الإيه زي البي إتشي بي وزي الإيه لغة اسمها بيرل تعالوا نشوف برضو نفس النظام زي كده هنتكلم عن حاجة جديدة خالص اسمها السيشن بادي كلها مصطلحات وشايفين أنا بكرر أنا قولت سيرفر وتكلمت على الابن سورس وتكلمت على البرامج الفري وتكلمنا على حيات كديرة خالص احنا كل حبا انتجنا للغات وانتجنا لتتابيز وانتجنا وحاولنا جهاز لسيرفر وتكلمنا عن الحزم الموجودة دي وكلها مصطلحات حدارك هتشوفها في المنهج يعني في طولة الفصل الدراسي اللي احنا مشتغل من خير في عندي نحية بيسموها السيشن السيشن دي بنقول عليها جلسة جلسة يعني ايه يعني حقيقة أنا جاعدة جدام الجوب سايته وعملت تسجيل داخل منتدى معين او داخل زي ما احنا بنقول كده حضرتك بسجل في ميلز بسجل مثلا في الفيسبوك بعمل اي حية من هذا القبيل بيظهر لي فوق كده مرحبا بك مثلا محمد هو عارفني ازاي او عارفني او اتعامل معي من خلالها ايه ففي حية بيسموها جماعة السيشن السيشن ده ده مكان انا بحجز جوة ساكرة لا اي يوزر بيعامل مع الويب سايت اي يوزر خلي بالك اي يوزر مش كل اليوزر بتعامل مع سيشن واحد بس لا اتا كل يوزر لي سيشن كل يوزر لي ايه جماعة ليه سيشن معين السيشن ده بيكون جنرال بكل الصفحات بتاعت بتقدر تشوفه يعني لو حطيت جوة السيشن ده محتوى معين اسم اليوزر يبقى كل الويب سايت بتاعي هيقدر ايه جماعة هيقدر يتعامل مع الايه هيقدر يتعامل مع الصفحة اللي احنا بنتعامل من خلالها طيب او عن خلال السيشن ده طيب لو جلنا عاوزين بجاء نعرف اكتر السيشن السيشن ده يبقى من خلاله لو انا عملت على الجهاز بتاعي شغال عملت ريجستر دخلت على اي ويب سايت عملت ساين ان دخلت بجلية اسم كل البيج او كل الويب سايت في كل الشغل عارف انني والله هسجل الدخول ليه لانه اخد اليوزر نمي بتاعي وحطه جوا السيشن السيشن ده جلس خاصة بمين خاصة بيوزر واحد بس يتعامل مع مين يتعامل مع الويب سايت بتاعي طيب لو اي يوزر تاني دخل ايه اللي هيحصل هيعمله السيشن تاني طيب يوزر تالت دخل هيعمله السيشن تالت لو يوزر رابع دخل جلسة كل يوزر بيخش بتعامل مع الويب سايت بيكله ايه بيكله مكان محجوز جوا زاكرة السيرفر بيتعامل من خلاله طيب بيعرف اسمه لو احنا سجلنا او خزلنا في الاسم بتاعه بيعرف فيه اي تفاصيل طالما ان خزانة جوا سيشن يبه كل يوزر لو دخل 100 يوزر يبه في 100 سيشن موجود في السيرفر لو دخل 1000 يوزر يبه في 1000 سيشن يبه كل يوزر لسيشن تعالوا كده نكمل ونشوف الدنيا هتمشي ازاي يبه كلنا لازم يكون اوير ان الجلسة بتاعتنا انني عملت مكان او متغير جوا زاكرة المتغير اللي جوا زاكرة ده حضرات حطيت فيه البيانات اللي انا عاوز اتعامل من خلاله طيب انا كفاية كده عشان خطر المصالحات دي كتير خالص زي ما احنا قلنا كده احنا الموضوع مش صعب بس انا اكد وجلت الحلجة اللي فاتت يعني مجموعة من المصالحات والمروات دي جلت مجموعة من المصالحات اخرى عشان بس ان ما حبيتش يسيبه ولا مصطلح موجود في الكتاب من غير ما اتكلم عنه عشان الحقيقة تكون اوير بي كل اعزائي الطلبة كلهم يكونوا اوير بالكلام والاساسة اللي معنا اللي بيدرسوا المادة يكونوا برضو اوير بالكلام ده وكل الناس اللي هتعمل او هتسمع البرنامج عشان تتعلم بي اتش بي ومي سيكو اللي هيكونوا معانا باذن الله تعالى يوبا احنا الموضوع مش صعب انا بس حد حضراتكو يعني جزئية صغيرة كده هنعمل ريفيجون كده على الموضوع ان احنا ندي حبة اسئلة صغيرين ونحلوهم عشان ننتجل الموضوع بتاعنا التاني ان شاء الله رب العالمين تعالوا كده نشوف مجموعة الاسئلة اللي احنا عملناها عبارة عن ايه هنقول اسئلة ونحلها كده بسرعة ان شاء الله رب العالمين تفضلوا كده يا حضرات نشوف كده الاسئلة بتاعتنا تعالوا نقول ان احنا لو عايزين نقول والله اجب عن الاسئلة الايه اللي احنا شغالين من خلال السؤال الاولين برنامج يسمح مالكه للجميع باستخدام يعني يستخدمه يطلق عليه يعني البرنامج اللي المالك بتاعه يسمح لجميع المستخدمين ان هم يتعاملوا من خلال نطلق عليه freeware ولا open source ولا كوبرايت لا اكيد freeware تمام انا بس هقولي الكلام بسرعة الكلام كويس خالص انا بس برجع مع حضرتك عشان تكون يعني العملية متاحة بنسمي لك برنامج المستخدم بيتيح للناس ان هم يطلعوا على الكود الخاص به وبيعدلوه الكود اللي انا ممكن اتعامل من خلاله واعدله الكود ده الكود اللي انا بتعامل من خلاله في البرنامج اللي احنا بنقول عليه البرنامج ده بنقول عليه ايه بنقول عليه freeware ولا بنقول عليه open source ولا بنقول عليه copyright لا بنقول عليه open source open source ده جماعة على فكرة linux open source الexam open source ال php open source كل الكلام ده open source لما اقول open source معناها ان هو من غير license من غير اي حالة لا بالعكس انا ممكن اعدل فيه انا ممكن اعمل نظام تشغيل خاص بوزارة التربية والتعليم ممكن اعمل نظام تشغيل خاص بوزارة التربية والتعليم واقدر اعدله واقدر اصبطه واقدر اعمل كل الكلام ده ليه لان اللينكس زي ما احنا بيقول لو انا عدلت في اللينكس مش بيقول الويندوز الويندوز لا ما يمكنش عمل الكلام ده لانه مش متاح ليه الكلام اللي بتعمله كله شركة مايكروسوفت زي ما احنا بيقول كده حضرت طيب لما نقول صفحة ويب تحرط فقط المعلمات ويزبها عنوان يتحرك من اليميل اليسار ومؤثرات صوتية على برنامج مستعد للانترنت تعتبر يعني هي ملهاج اي معالجة مفيش اي معالجة فيها تبه ديناميك ولا ستاتيك ولا دابل 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 دي خدمة دي معا وستاتيك وببيج دي معناها صفحة ثابتة هي صفحة ثابتة ولا ديناميك لا هي صفحة ثابتة لكن الانيميشنز اللي حصلت فيها دينا حضرات ملاش علاقة خلص بالموضوع بتاعنا تب لما نقول صفحة ويب يمكن من خلال عرض البيانات يبعالجة هو يتم عملية المعالجة ويسمح المستخدم بتعديلها وحفظها في عرض البيانات داخل قاعدة البيانات بنسمي نطلق على صفحة ديستاتيك ولا ديناميك ولا هم بيج لا بنسميها ديناميك ديناميك كلمة ديناميك ويب بيج تمام لما نقول كود اللي هو البيسكريبت ده يستخدمه في معالجة البيانات على صفحة الويب وينفذ فيه جهاز الخادم يبقى أنا بيتم المعالجة على ديه بنفذ على ايه طالما بيتم معالجة البيانات البيانات بتكون موجودة على الخادم اكيد داتا بيس بتكون موجودة على الخادم زي احنا قلنا بالداتابسيرفر الكلام ده لما نقول البيانات دي بتخزن على الايه وبتعالى تدخل الخدم بتاعنا البيانات دي بنسمي جهاز الخدم المخزن عليه الموقع فقط والله مستعر للانترنت والله كله هما معا يعني من الاسكريبت اللي بستخدمه في عالجة البيانات تتخزن عليه جهاز الخدم او جهاز الخدم بخطر لانه تتم المعالجة مش هيعمل على ايه على البتاع لانه هو بيتم المعالجة وبعته لك على انه html زي ما احنا بيقولك طب يكتب الكود بتاع الاسكريبت بلغات كثيرة من اشهرها السي شارب لا السي شارب ممكن اعمل بيها برضو لو انا عايز اشتغل بالاسي بي دوت نت وممكن استخدمها عن ترجل ايه رمعة بس الاشهرهم بتكون ايه رمعة بتكون البي اتش بي زي ما احنا بيقول كده حضرات تمام جهاز كمبيوتر يخزن عليها البريد الالكتروني اللي شركة ما يطلق عليه ايه ده تبيه سيرفر ولا ميل سيرفر ولا ايه تخلي بلك البريد الالكتروني يبقى ميل ايه حضرات ميل سيرفر تمام لما نقول لغة الترميز اتش تامل تستخدم في انشاء صفحات ديناميك ولا استاتيك ولا بي اتش بي بي اتش بي اتش بي بي اتش لا بنسميها جماعة استاتيك ويب بي اتش استاتيك ويب بي اتش طالما اتش تامل صفحات ويب امتدادها بي اتش بي تشير الى تنفيذ كود البي اتش على مين يا جماعة على مستعرض الانترنت ولا جهاز الكلاين ولا الخادم على الخادم على الخادم زي ما احنا بيقول كده امر الله تعالى قامت احدى الشركات بانشاء موقع خاص به لادارة اعمالها ونشرته على موظفيها فقط فقط خلي بالك من كلمة فقط دي فان هذا الموقع يعتبر local host وعمل hosting للوب سايت ولا عمل host لا يعتبر local host زي ما احنا بيقول كده اللغة اللي احنا بيستخدمها في تعامل مع المعلمات المخزنة في قاتل البيانات الوريكل والسيكل والأكسيس لا عبارة عن ايه على السيكل انا بيقول بسرعة الان الكلام دي اصبح بالنسبة لنا سالخ خالص ما عادش فيه اي مشكلة خالص احد طرائق نقل البيانات من صفحة ويب الى اخرى بيتيح للمستخدم انه هو ايه اه البيانات ممكن اخزن كل البيانات اللي انا عاوز اعمالها يبقى احد طرائق نقل البيانات من صفحة ويب الى اخرى ويتيح فيها مطور الموقع لمستخدم زيارته وبعد صفحات الموقع او كلها يطلق عليها الباسورد ولا يوزر نيم ولا سيشن لا السيشن زي ما احنا بنقول كده في المنظر اللي احنا بنقوله ده جماعة طبعا الكلام اللي احنا بنقوله ده جماعة عبارة عن المراجعة اللي احنا عملناها على الصفحات اللي احنا بنقول عليها دي في الشغل بتاعنا ان شاء الله رب العالمين طب تعالوا نشوف يب احنا كده يب احنا كده حضرات انتجلنا واشتغلنا على كل المصطلحات اللي احنا اشتغلنا من خلال الصفحات اللي احنا اشتغلنا من خلالها صفحات دي المصطلحات دي اللي احنا اشتغلنا من خلالها دي يا حضرات كان كلها عبارة عن مصطلحات لازم اعرف طب احنا اللي احنا عايزين انتجل من مجموعة المصطلحات اللي احنا عرفناهم دولي لحية تانية خالص المشروع اللي احنا عايزين نشتغل من خلاله هنشتغل من خلال ايه باجه حضرات تعال بجا نشوف احنا عاوزين نشتغل ايه السنة دي ان شاء الله رب العالمين يبقى المصلحات دي مهمة مهمة لازم اكون اقوير بيها لازم اكون اقوير بيها تابل ايه لازم اكون اقوير بيها عشان خاطر اعرف لما اقول لك حدكششن يعني ايه تقدر تقول لي لما اقول لك سيرفر يعني ايه تقدر تقول لي لما اقول لك ابتش سيرفر تقول لي تقدر تقول لي لما اقول لك ماي سيكوال سيرفر تقدر تعرف لما يقول لحضرتك HTML الPHP والله صفحة الديناميك الصفحة الاستاتيك لما يقول لحضرتك ايه الopen source ايه هو ايه اللي فيه ومسلا البرامج المجانية او البرامج اللي فيه زي ما احنا بيقول كده حضرتك لما يقول لحضرتك كل المصالحات اللي احنا تكلمنا عنها تقدر تكون عارفة او لازم تكون عارفة تاب ليه لازم تكون عارفة زي ما اقول لحضرتك لان الكلام ده هنقدر نستخدمه اثناء طولة ما احنا اشغالين في المنهج ders compact تعالى بجا نشوف النهاردة هنشتغل ايه او هنعرف ايه زيادة عاللي احنا عرفن ايه ان شاء الله الموضوع بتاعنا الموضوع التاني ان احنا نقدر نخطط بجا للمشروع نخطط للمشروع اللي احنا عايزين نشتغل عليه المشروع بتاعنا هيكون اسمه ايه هيكون اسمه قموس مصطلحات الكمبيوتر المصور قموس مصطلحات الكمبيوتر المصور هنقدر نخططله ازاي او هنقدر نشتغل عليه ازاي هنقدر ننتجل الى احنا عاوزين نعرف ايه المجموعة المهارات اللي احنا عاوزين نعرف نعمل تعالوا كده نشوف ايه هو الهدف من المشروع نبص كده ونشوف الهدف من المشروع ايه الهدف من المشروع ان احنا نصمم وننشئ موقع قموس مصطلحات الكمبيوتر المصور باستخدام تطبقات ولغة برمجة مجانية او مفتوحة المصدر يبا احنا هننشئ موقع قموس مصطلحات الكمبيوتر المصور من خلال ايه هل من خلال لغة معينة والله من خلال لغة مفتوحة المصدر من خلال لغة مفتوحة المصدر طبعا احنا عرفنا يعني بص بص احنا شوف الكلام اللي احنا كنا نقوله ورجعنا ليه تادي برامج مجانية يعني ايه يعني ايه برامج مجانية برامج مجانية حضرات يعني برامج اقدر اتعامل معاها بدون امر كتابي من ملك خلاص طب لما نقول مفتوحة المصدر لا تاني ممكن اعدل في اللغة نفسيها واقدر اعمالها بابلشنج وليوزر نفسيهم يقدروا يستخداموا اللغة دي تاني طب اهمية المشروع ايه همية المشروع تمكن يعني من خلال لو انا اعملت المشروع دي واشتغلت عليه وتعملت من خلاله هقدر اتعامل او اكتب كل الكود بتاع حضرتك باستخدام لغة الايه البيتش بي طيب يوم انا اتعلمت البيتش بي واقدر اتعامل مع اعمل مشروع تاني على نفس المسرن الشاكلة اقدر اتعامل من خلال اللغة واقدر اتعامل من خلال المايسكو اللي احنا بنقوله حضرتك تعالوا كنا نشوف ايه اللي بعد كده ممكن احنا نعرف ايه يا بجا خلينا نقول كده حضرتك نبس كده ونشوف خلينا نقول تحديد المهارات المطلوب تنفيذها في المشروع انشاء موقع قموس المصطلحات المصاب تهيئة البيئة المناسبة لانشاء الموقع وبعدين انشاء قاعدة البيانات وبعدين تصميم الصفحة الرئيسية وبعدين الصفحات الرئيسية دي كلها تكون عبارة اضافة مصطلح باللغة العربية او اللغة الانجليزية زي ما احنا بنقول كده ونقدر نبحث عن مصطلح معين ونقدر نحذف المصطلح ونقدر نعدل المصطلح ونقدر نعمل لينكة خاصة بالمساعدة يب احنا بنقول احنا لما نجي ننفذ المشروع ده ننفذ ونعمل ايه هننشئ الايه حضرات زي ما احنا بنقول ويب سايد الويب سايد دي في ايه في صفحة رئيسية وفي صفحة خاصة باضافة مصطلح اهي اللي احنا بتكلم عنه اضافة مصطلح سواء كانت باللغة العربية او باللغة الانجليزية خلاص ونقدر نبحث عن مصطلح يعني عدخلنا مثلا 10,000 مصطلح 5 مصطلحات 100 مصطلح 300 مصطلح اقدر ابحث جواهم اقدر احسف اي مصطلح واقدر اعدل جواه واقدر اعمل ايه حضرات لينكة خاصة بالايه بالتعديل شكل الهوم بيش بتاعتنا اللي احنا نشتغل من خلالها هي عبارة عن ايه حضرات هي عبارة عن كده يبقى في لينكة خاصة بالرئيسية في لينكة خاصة باضافة ايه دمعه اضافة مصطلح وعن البحث وعن حز وعن تعديل وعن ايه حضرات وعن مساعدة تعالوا نقول الحياة الاجزاء او الاجراءات اللي احنا هنشئ بين خلالها لموقع انا عايز من هيئ البيئة اللي احنا عاوزين نعمل عشان هيئ البيئة دي لازم نعمل يا حضرات لازم نعمل انستولينج لامين نعمل انستولينج لامين يا حضرات لا زي ما احنا بيقول كده نعمل انستولينج للبرامج اللي هتساعدني في كده البرامج اللي هتساعدني في ان انا اشتغل الكلام ده عبارة عن برامج زي ايه اول حاجة ان انا عايز اكتب كود بلغة البي اتش بي الكود اللي انا هكتبه بلغة البي اتش بي دي عبارة عن سكريبت السكريبت اللي انا هعمله ده مش لازم حياة ترجمه اه ايه اللي هيترجم الكود بتاعنا اللي هنكتبه البي اتش بي تمام الاباتشي مش احنا تفاجنا الاباتشي سيرفر دي جماعة هو اللي هيعمل كومبايل للكود بتاع اللي انا عملته من خلال البي اتش بي تمام طيب انا عاوز نشق قعدة بيانات هنشق قعدة التنظر ايزاي مش عن طريق بجري اكسل اللي احنا عملناه لات احنا نشطى عن طريق الopen source فانا هشتغل عن طريق الارمع عن طريق المي سيكول طيب المي سيكول ديت مش لازم انازل البرنامج اللي هشغلني على المي سيكول يوم بلازم اعمل انتصبين للبرنامج اللي انا عاوز اشتغل عليه عشان اتعامل من خلال الارمع الמي سيكول اللي احنا بقول عليها يلزمني editor يبا لازم اعمل installing لبرنامج editor بتاع html زي expression web اللي احنا نتعامل من خلاله يلزمني برضو اني انا browser عشان خاطر ايه حضرات اقدر لما اخلص الشغل بتاعي اقدر اشوفه على الانترنت يبا احنا ايه اللي احنا عاوزين نعمله عاوزين نعمل installing لمن يمع الابتشي سيرفر عاوزين نعمل installing لمن يمع الابتشي سيرفر وقال ليه حضرات زي ما احنا بنقول تمام المي سيرفر ولازم برضو حضراتك تكون عارف ان عندنا لازم يكون موجود editor خاص بال html اللي هو اللي احنا بنقول expression web 4 ولازم يكون عندنا زي ما احنا بنقول كده براوزر سواء كان جوجل كروم او سواء كان انترنت اكسبلورر او سواء كان ايا كان بجل ايا مع البروزر اللي حالك ممكن تستخدمه عند حضراتك طيب تعالوا كده نشوف ايه الحياة اللي احنا عاوزين نعرف خلاص لازم احنا نثبت مجموعة من البرامج زي ما نقول لحراراتك كده البرامج ديت احنا كلها تكون موجودة عندنا عشان نخلي الجهاز بتاعنا يكون صلح للاستخدام او صلح للشغل اللي احنا عاوزين نتعامل من خلاله طيب ايه اللي احنا عاوزين نعمله دلوقتي احنا عاوزين دلوقتي يا حضرات نعمل installing لا الexam حد يقول لي الexam يعني حد يكون فاكر احنا خدنا اللامب والمامب والاي حضرات والمامب والexam فاكرين احنا قلنا ايه اللامب ايه الفرج بين الحزمة بتاعت الشغل بتاعنا اللي هي اللامب قلنا بتشغل على linux طب والوامب تشغل على ويندوز طب والمامب تشغل على ايه حضرات على الماك طب والexam ولا دي بتشغل على اكتر من نظام تشغيل فلزلك احنا لاجئنا للحزمة دي الحزمة دي open source open source برامج مجانية برامج مجانية يعني حالك تقدر استخدامها من غير license تقدر استخدامها من غير license خالص طب فيه versions مختلفة لها اوه فيه اصدار خاص بويندوز مثلا تاني برضو بكر انا لما اقول ويندوز يعني نظام تشغيل لما اقول نظام تشغيل اش هو الوحيد يا حضرات نظام تشغيل بتاعنا اللي احنا شغالين عليه في المدارس كلها عندنا في المدارس اصدارين اصدار خاص بالXP واصدار تاني خاص بيه حضرات بالويندوز مثلا 7 او 8 الاصدارات اللي نزلت في المدارس الحديثة طيب لو احنا عايزين نعمل installing the exam نعمله ازاي نعمل ازاي جماعة بمنطقة البساطة احنا بنجف على الحزمة موجودة عندنا تجريبا متوزعة في كل المدارس ما فيش اي مشكلة خالص حالك لو انت عايزين تنزلها من عن نت فانت هتكتب exam exam زي ما احنا نشوف دلوقتي وهتدوس عليه double click وهتبتدى تشتغل من خلاله زي ما احنا نشوف بإذن الله تعالى تعالوا نشوف كده طيب طيب هنعمل 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 installing the exam ازاي تعالوا كده نشوف نعمل installing the exam ازاي اول حاجة حضراتك لو احنا رحنا رايحين كده لمكان الحزمة اللي موجودة عندنا خلاص كده قدي الحزمة نفسيها هضغط على double click كده حضرات منطقة البساطة انا عارف ان الصورة مش باينة جدام حضراتك كويس ولكن الكلام هيكون سهل جدا انا بعمل installing زي ما بعمل installing لأي software موجود عندنا مش اي مشكلة خالص تمام لحد لما تعمل install يعني الدنيا الدنيا يشتغل عليه لحد لما ايه لحد لما يصطب عندنا او يكون شغال عندنا بمعنى اللي احنا متكلم من خلاله طيب البرنامج عملتنه install الموضوع صعب انا بضغط على double click زي ما انا قلت لها حالتك كده وبتري امشي مع الخطوات الخطوات دي موجودة عندنا او موجودة بالتفصيل كل خطوة الشيط ملجوط موجودة في كتاب الانشطة بكل خطوة موجودة عندنا كتاب الانشطة تقدر تحصل على منين من خلال الموقع الوزار هتبص بس على الشاشات عشان خطر لان انا لو اعمل exam فلو بدي اعمل install ليه هياخد اجل حاجة عشر ديجاج او ربع ساعة فالكلام مش هينفع ان انا عمله live دلوقت لكن انا اوري حاجة لوقتي لو انا عملتله run انا عاوز اشغاله باقي يعني عملتله install install سهلة انا بضغط على دبل click واستمر next next لحد لما يخلص الموضوع الانشطة دي مجرد ما يحصل له installing هيكون موجود فين الفولدر بتاعه هيكون موجود فين تعالوا كده نشوف هنعمل له ايه هنعمل له running ازاي تعالوا كده نبص ممكن نشوف الحتة دي خلاص هنجف زي ما انت شايف كده حالتك هنروح رايحين على السيشة بتاعته هنتحرك كده لحد لما نوصل لمين الكلام دي احنا فاكرينه من السنة اللي فاتت هنخش على حيه بسموها exam control اضغط على ده click ممكن نشغله من هنا اه نقدر نشغله من هنا حضرات اول ما عمله من هنا start وهنا start فنشغل كده ايه مع زي ما احنا بيقول Apache وال MySQL عملت لهم starting زي ما انت شايف كده او بالمنظر اللي احنا شايفين طيب حدك مجرد مجفل الكلام زي كده اصبح الexam موجود عندنا اهو موجود عندنا اهو حدك شوفوا كده في المكان ده خلاص اهي حصل له ايه يا جماعة اهي حصل له ده start اقدر عمله stop او اقدر عمل liquid يبني كده شغلته من خلال ايه حضرات من خلال قيمة start المنظر ده لحد لما وصلت له من المكان ده كده حضرتك اهوة وصلت للمكان ده وقدرت شغله طيب هو ده المكان الوحيد اللي ممكن اشغله من خلاله لا يا جماعة الممكن اشغله ازاي الممكن اشغله من خلال لو انا حضرتك روح اترايح كده حضرتك وروح اترايح على الفولدر ايصلا لما عملت installing لي هتلاقي موجود فين او الفولدر بتاعه موجود فين هتلاقي موجود جوا السي موجود جوا exam وهلاقي هنا برضو نفس النظام زي ما نقلت لحضرتك كده اللي هو exam control اللي احنا نقدر نشتغل من خلاله مش عارف اقول ايه ان الوقت اللي بيجد معاكو بيكون سريع جدا وبيكون ظريف خالص ان شاء الله باذن الله تعالى لأمل من الله عز وجل يكون في استفادة ان شاء الله ويكون الشغل باذن الله تعالى في امتداد يكون ظريف باذن الله تعالى ان شاء الله انا عايز من حضرتكو بس يحصل مراجعة لكلام اللي احنا عملناها عشان الحلاجات اللي جيهة ان شاء الله تكون ايه تكون فيها ايه تكون فيها يعني استفادة اكتر باذن الله تعالى شكرا جزيلا وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته